جاءت الاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها مملكة البحرين في ميدان التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد لتعكس حرصا على تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد وفي هذا الإطار تنظي فعاليات التمرين عبر تنظيم محكم وانضباطية عالية ليس غريبا أن تكون المسؤولية البحرينية في التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد مضاعفة إذ أنه بالإضافة إلى كون مملكة البحرين تنهض بواجباتها كدولة مستضيفة للنسخة الأولى من التمرين فقد جاء الحضور الميداني للقوات الأمنية البحرينية المشاركة في التمرين متميزا وفاعل من خلال جاهزية عالية واحترافية في كافة الفرضيات الأمنية ما صاحب هذا التمرين من ورش عمل ومن تدريبات ومن تطبيقات عملية ونظرية في الميدان تطبيق الفرضيات كان لها الأثر كبير في تبادل العلم والمعرفة بين القوات المتخصصة في دول مجلس العاون وهذا هو الهدف الأسماع لهذا التمرين فإلى جانب تحديد موقع التمرين وإعداده بكافة التجهيزات المطلوبة التي تليق بمستوى الحدث قدمت القوة البحرينية فرضيات مختلفة وتحديدا في مجال مكافحة الإرهاب كما شاركت ببعض الآليات الأمنية ذات العلاقة دورنا بيكون عملية مداهمة لأحد المنازل المشتبه فيها بيكون فيها أكثر من فرح مشاركة العملية بيكون في عملية فرق اقتحام أرضي وفي عملية نزال بتكون بالحبل السريع والحبل النزال العادي سيتم الاقتحام بعملية اختراق متفجرات كاملة وتطهير المبنى وإخراج الإرهابيون ونقبع عليهم عامل المشترك بين جميع التدريبات الأمنية لدول مجلس التعاون الخريجي هو الحضور الأمني البحريني من حيث المتابعة والإسناد فيما تفردت المشاركة البحرينية في التمرين الأمني بسرية التدخل السريع والتي تعد الوحيدة على صعيد الشرطة النسائية